موسيقى يدخل على الساس على قولتا مغامرة جو الأرض يوهم المشاهدين أنه دخل جو الأرض في أعماق الأرض لأنه يصور كل ساعة لقطة وهم مفايتين كل ساعة لقطة وهم مفايتين فالمشاهد يتخيل أنه دخلوا جو الأرض لمسافة بعيدة وعلى الساس أنه لقاهم طفل طبعا هذا الطفل جاي بينا من لبسينا باروكم حفظينا ومن لبسينا دون مسخة فيوحي إليكم أنه إبراهيم أنه هذا الطفل اللي على الساس القزم هو شافوه في باطن الأرض يعني مشوا ما يعادل تقريبا يعني نص ساعة مشي في باطن الأرض يلا لقوه طبعا هي والحقيقة هي كلها تمثيل وخداء حسر أحبين لكم وين إبراهيم وشون يختع بالناس ويضحك عليهم طبعا الكذبة الأولى اللي قالكم إحنا نسينا البيلات اسمه الكذبة الأولى اللي شلون نتعذر بيها عن البيلات سيقلكم ليش إنه قالكم البيلات ضياناها ساحل للكم تمام عشان ما نوقف مغامرات لما ضعناش لهذا كشاف ولا أما بحارد ينزل بالتلفون وبهينو الله بس لو قلناك وضاع الكشافات من أدل بتزعله فإحنا كملنا عمنا نلاقي الكشافات وإن شاء الله نلاقيه الكشافات ومنظرنا مستمرين بإذن الله بس اليوم كشافات ضيعات ما هاي كشاف إنه يضوي نص الجمل بس إحنا اليوم مغامرتنا تحت الأرض تمام ركسوا جدا طبعا كلكم سمعتوا الكذبة مع الكشافات إحنا نسينا الكشافات لا لا ما نسينا هن كشافات ضاعا لأن إذا عليدي قول نسينا هن أبسط شي يعني يقوله تخابر أخوك يجيبين لكم الكشافات مزلون مغامرة فقال لك إذا أقول نسيتهن أكوناس يتقل ليش نسيتهم خابر أخوك يجيبين فاشقال لا لا الكشافات ضاعا هو طبعا موضوع الكشافات شن هو ليش لأنه المكان الصوره بي أول مرة إبراهيم ما يريد يخلي لكم تشوفون شيء يعني هو ماكو شيء بس خطفة واحد شمرح جارة من الممثلين وبحياري دائما راح يكون قدامه فإذا الضوة عدة بحياري قوي طبعا لازم يصور المغاربة فتشوفون شيء فطلع لكم بالكذبة الأولى ما الكشافات طبعا قلعكم بي أن الكشافات ضائعات الكشافات يا حرام مالات إبراهيم ضائعات يدور عليهم لأن هم عايشين بالصحراء وضاعا المهمة سائل الكذبة الأولى هسا راح راويكم الكذبة الثانية أنه شوفوا المكان اللي دخلوا بي اللي فاتوا بي الثقب الصغير اللي قالوا هاي مغاربة فتحناها فهو دخلوا بي وما صوروا بس صوروا بحياري داخل وبعدين انتقلوا المكان الثاني طبعا نسا راح تشوفون شوفون على أساس أنه أكو كهف قال إبراهيم وصلت لهذا الكهف إحنا فتحناه وراح ندخل بي طبعا هو هاي حفرة صغيرة ما تأخذ بس واحد فاذا تلاحظون راح يفوت أبوحياري ويقطع التصوير إبراهيم ويروحون يصورونه المكان ثاني فشنو حجة إبراهيم أنا ما قدر أصور وأنا فايت اسمه حجته طبعا طبعا هو السم من فات أبوحيار وشي إبراهيم حجوا ياكم قالكم أنا ما قدر أصور هم قطعوا التصوير انتقلوا المكان ثاني اسمه حجة إبراهيم طبعا كلكم سمعتوا حجة إبراهيم أنه أنا ما قدر أصور وأنا أنزل يعني على أساس إبراهيم أنه أول مرة بحياته ينزل وما يصور ما أنت كل مغامراتك تصور كل شي وتصور شلو تنزل بالبير طبعا هاي كذبة واضحة جدا على مود شنه على مود يقطع التصوير وينتقل بيكم إلى مكان ثاني هو بالفعل قطع التصوير وينتقل بيكم إلى مكان ثاني شوفوا اللقطة طبعا سلاحظتم من حجة إبراهيم قال أنا ما قدر أصور أريد أنزل رأسا شفته انتقل إلى مكان مكان مغارة ثاني قريبة وراح يصور بيها كم لقطة ويرجع يصور بمكان ثالث اللي هو بي الطفل اللي ملابسين القناع طبعا راح أذكركم وين مخلين الطفل وين واكفين وراح المكان جدا واضح وراح تذكرون كلكم وتعرفون أنه إبراهيم نصاب وكذاب حسن طبعا شفته أنه على أساس دخله وجو الأرض وأنه راح يطلع لهم طبعا قزم وشي ما أحد منكم شاف قزم ولا شي مجرد أنه أكشن أنه على أساس أنه بحياري شاف وإبراهيم ما شاف وبس صياح خفصوكم إبراهيم وبحياري القزم والقزم طلع وراح يوسكلت المغارة يعني بس أكشن ما أحد شاف شي اسمعوا بذالاتكم انتبهون يرجع هل أرجع طب يرجع اطلع طيب ياسا مش كادر ياساТак انتبه نارصreiquet يا زلمة بسم الله الرحمن الرحيم Symmari انتبهون طبعا سمعت الاكشن بس بحياري صيح طلعوا ابراهيم زكرة المغارة اتراب ابراهيم دبين التراب طلعوا ابراهيم صور ابراهيم قال لانا ما شفت شي قال لانا شفتهم صور يا ابراهيم يعني بس اكشن ما شفتوا شي طبعا هاي الخدعة الثانية طبعا هس راح ينتقلون المكان اللي حاطين بي الطفل وملبسين طبعا اكو قزم بنفس هذا الطول صديق ابراهيم مغني هس اذا القى الفيديو اطلع لكم اراويكم القزم اللي يغني قزم نفس قزم نفس هذا الطول يغني دائما دي شمارة طلعته بأحد حلقاتي هس اطلع لكم القزم نفسه واحد طولة شبر عادي انسان عادي بس اكسير طبعا هذا التصوير هس ما الابو حياري وابراهيم اللي شفتوهم بالمغارة والمغارة ضيقة وشي بعدين وين انتقلوا والمكان الثالث اللي هو مجاهزين بيه الممثل طبعا اكو خطأ جدا فاضح ارتكب ابراهيم بدون ما يشعر وهو راح اذكركم عليه هس راح اراويكم لقطة انه ابراهيم قاعد يسحف وانه المغارة جدا ضيقة انتبهوا طبعا هس راح تلاحظون انه ابو حياري قاعد يسحف وجسمه وملابسه كلها تراب يعني انبين عليكم مثروس من فوق لجوة تراب وابراهيم تفرجوا هاي ايديان ابراهيم وهي ايدي ابراهيم السراح تطلع والكاميرا وابراهيم قاعد يسحف نفس زحف ابو حياري هو نفسه يقول المكان جدا ضيق يا اخوان وانا قاعد اصحف فانتبهوا هذا التصوير ابراهيم يقول لكم المكان جدا ضيق وانا قاعد اصحف وانتبهوا لابو حياري قدامه اش قد ملابسه مع ابايا تراب طبعا هسراح اراويكم لقطة انه قبل لا يصورون المخزم انه ابراهيم ملابسه جدا نظيفه وما بيه طبعا طبعا هاي ايد ابراهيم انتبهوا ابراهيم قاعد يقول ضيق وقاعد يصحف يعني مبين ابراهيم قاعد يصحف على ايديه وبطنه ورا هاي اللقطة قبل لا يطلع القزم لانه طبعا هاي اللقطة تختلف عن التصوير الثالث هسراح تلاحظون انه شفته طبعا شوفوا ابراهيم شون ما لبسه نظيفه جدا تفرجوا شفتوا اشنون ملابسة جدا نظيفة وتلمع وما بيها اي تراب طبعا قلنا هنا ابراهيم قاعد يسحف ويسحف على صدره وإيده تفرجوا هنا شوفوا ملابس ابراهيم جدا نظيفة ملابسة جدا نظيفة ولا صدره موسخ ولا اديه ولا وجهبي يتراب ليش لانه هذا اللقطة هسه راح يصورون الطفل على اساس القزم طبعا وراه اللقطة راح ابراهيم يصيح شو هاض شو هاض على اساس متفاجئ فانتبوا شفتوا هسه ابراهيم قال شو هذا اخواني راح اذكركم بهذا المكان اللي واقف به هذا القزم طبعا القزم هسه راح اطلع لكم صورته هذا مغني هو قزم صغير مغني هذا طوله هسه راح ادور الحلقة واطلع لكم طبعا اخواني راتكم تنتبهون للمغارة اللي واقف فيها القزم هذه المغارة اذا تذكرون تذكرون ابراهيم كان يجي ويقل لابو حياري يا ابو حياري حط المفتاح هنا وخلت انفتح المغارة ويقولون اكتملت والكماله لله نفس المغارة تذكرون هاي نفسها هاي المغارة تذكرون يجي إبراهيم يحط له مفتاح هنا ويقول اكتملت والكمال ولله وعلى ساس يجي ممثل يسحب الحجرة تنفتح المغارة طبعا هاي هي نفسها اللي كانوا دائما يعني أول ما يريد يفوتون على كهف الأقزام يجون لهاي المغارة ويقولون اكتملت والكمال ولله رحايد لكم ركزوا على فتحة المغارة الواقف فيها القزم طبعا هذا القزم هس رح أتقراويكم صورته هو مغني فيجي جايب إبراهيم والله يعني مش قد مطي على مديم يبتل هاي اللقطة هس أريدكم قلنا تنتبهون شوفوا المغارة هذي إذا خاف واحد ناسيها تنوعوا هاي المغارة اللي كان يجي بدايتها يعني كانوا أول ما يطبون تذكرون يحطون مفتاح ويقولون اكتملت والكمال ولله وتنفتح المغارة فإجاوا وسوروا بيها اللقطة الثالثة طبعا شفت التمثيل من إبراهيم ضرب قصته وصيح ويا ناس معقول يا ناس معقول طفل جايب الأعمق هو مو أعمق وهاي بداية مغارة اللي تذكرون اللي كانوا دائما أول ما يفتون المغارة هاي المغارة حتى لا واحد يقول طبعا رجعوا انتم للحلقات رجعوا الحلقات القديمة وهس إذا ألقى حلقة رح أقلكم وينها المغارة وشوفوا إبراهيم غبق قصته وصيح وشي هو والله العظيم كذب هس رح راويكم المغارة هاي اللي واقف فيها القزم وينها وراح راويكم القزم المغني اللي جايب أبراهيم طبعا هاي بمصور لكم أنا حلقة قزم يغني هذا القزم شوفوا اللي يغني طبعا شفتوا طولة هذا هو بالضبط خاف واحد ما متبه له هذا هذا جوا صبعي طبعا هذا طولة تقريبا ما يعادل ثلاثة شبار نفس الطولة جايب أبراهيم هذا القزم يغني شفتوا هذا طبعا صديق إبراهيم هذا من يعني مش شلم عن إبراهيم مثلا رح أسأولكم الفيديو رح شوفون هذا القزم اللي طولة شبرين هذا مغني طبعا يجيب أبراهيم مطي فلوس ويمثل رح شغل لكم الفيديو وركزوا لين الفيديو ما يطلع بأقل من خمس أو ستة ثواني هسأ رح يطلع القزم المغني رح تشوفونه اللي جايب أبراهيم هسأ نتابهوا عليه قزم يغني طبعا هو بشر بس قزم يغني مغني هسأ رح تنتابهوا له هذا هو طبعا هذا هو هذا قاعد يغني شفتوا هذا هو نفسه هذا ما كو طولة يعني طولة شبرين هذا نازل بنص الأرض جايب الطفل لهنا إبراهيم قال لكم هذا الطفل جايب بباطن الأرض هو مو باطن الأرض هو بداية المغارة رح أذكركم بيها وين هسأ هسأ رح راوك بيها طبعا لقيت لكم المغارة اللي إبراهيم وهمكم الآن إنه قال لكم هذا جايب الطفل بباطن الأرض طبعا هي بداية المغامرة يكو حلقة لإبراهيم قال إحنا هنا قاعدين يم المغارة وهاي رح نفوت للمغارة اسمعوا كلامه وشوفوا المغارة. انه راح نفوت على عالم طويل هسه. من نفوت على الجهة طويلة. ادعونا يا اخوان وكل حب الكوريش. شاء الله تستمتعوا معنا. وانا اتبتعوا اللي غيركم معنا. يا لات تتخلوا غيركم يستبيدوا ويحضر ويستمتع معنا. وان شاء الله نطلعنا سالمين غانمين من هاي المغامر يا رب. وانا انا صاحب اجوك بالحكي. والله من التوتر. ادعونا يا اخوان والله هذا السرداب يعني سنداب بقول لحالو اضاكا. حكي. لحالو. خنقة. كسدين بيش. بس ربنا العاين. خلو نزول جيبنا كل شي. كل شي. تقول مفتاح دارنا يا سمت. بتاع وسكر وموت. والله انا خايف سكر عين وظلنا جوه. بتدريش. يا سيدي دعوات العالم وكل الحب لكم. وانتظرونا. راح نبلش. طب احنا قربين على المنطقة. قاعدين عند الباب المغارة. هاينا من نبلش. يعني فيش. اخذنا وقت. ويا رب ادعونا. ملاش تبكير. لانه فعلا فيش وقت. فيش وقت. اكتملت. والكمال لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلكم سمعت ابراهيم قهل هاي احنا على باب المغارة. يعني قريبة. مو مثل ما امثلها لكم. انه او حالكم انه صار اه يمشي جوه الارض على قولتهم ميتين وثلاثم متر. ولقينا الطفل. ويقول ابراهيم انت هذا الطفل شو اجاب الباطن الارض. هو مو باطن الارض. هو على باب المغارة. اللي هو ابراهيم اعترف قالكم احنا على باب المغارة. و اه و نزل. واللي هاي كان دائما يستخدمها اكتملت الكمال لله. و اه و بالبداية المغامرة المغارة اصلا لا فايتب بطن الارض ولا شي. بس هذا واحد كذاب نصاب. المغامرة المغارة طبعا هي. طبعا هو كل نفس المغامرات. هاي المغامرة الان قاعدة نقلكم منها. صار لها ستة شهر منذ سبعة شهر. هي نفسها اليوم اللي يصور بيها. هذا القزم اللي جايبه. سرح تشوفونا نفسها المغارة اللي كان يقول اكتملت الكمال لله. ها هي نفسها المغارة طبعا بس شوية موهيم بيها وهي نفسها. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. ولا فضيحة قادم.